خطر التاني انه عايز يحاول المرأة الى ما يسمى بمفهوم المرأة الجائزة اللي هيحصل عليها الرجل لما يصبح مقاتل ولا لما يصبح ملتزم بيقاوم الحياة كلها فياخد بنت صغيرة وتبقى جايزته وهي لسه ما نضجتش بس هو يحس انه هو هيشكلها بايده وتتحول الى بنا ادم من غير حقوق هو يستطيع انه هو يوصل له المفاهيم اللي هو عايزه بس هو يحصل على الجائزة الجنسية فلما تتحول لجائزة بتتحول لمفهوم الامة مش الانسان الحر المكرم فمفهوم الطاعة والقاومة عنده مفهوم مش بيجعل المرأة عندها مكانها لا بيجعلها جايزة يمكن ان يحصل عليها وقت ما يعوز الحياة الثالثة انه هو عايز يخلي الناس تنجذب للطريقة الكمية بتاعته فهو في الغلب بيخاطب الشباب فلما ييجي يكلم الشباب على تحويل المرأة الى جائزة جنسية هينجذبوا جدا لهذه الطريقة واذاك شفنا في السبعينات والثمانينات والثمانينات ان شاب يكون مش مؤهل ما عندوش ما يتزوج به امرأة عموهله لا يتناسب مع امرأة ويروح يتجاوز عايز يتجاوز المرأة عندها دكتوراه ليه طيب لانه اصبح في وجهة نظره كف اله لانه هو خلاص بقى بالتزامه ده ويفسر حديث الرسول ده صايم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه دينه وخلقه لما يكون متواضع لما يكون من اهل العلم فيعرف قدر العلم مش انه هو شايف نفسه انه هو عنده خلق فادى ذلك الى اثار سلبية كثيرة جدا جدا مش هقدر اكلمكم في هذه الحلقة عنها لكن ممكن في حلقة خاصة اكلمكم عن الاثار السلبية للخلل اللي حصل على ايدي التدين الكمي فيما يتعلق بالكفاءة المشترطة في الزواج فندج عندها اثار سلبية وخيمة مهما كان مستوىك انت هتحصل على الجائزة فهو بيشعر المرأة دايما لابد ان تكون دونية وتتحول الى سلعة يا جماعة هذا الطريقة في التفكير هذا تفكير مريض بيفهم الناس كل حديث رسول الله سلم بيفهمه مخطئ ويجعل للانسان نوع من انواع الطبقية الدينية اللي احنا تكلمنا عنها وارجوكم شوفوا حلقة الطبقية الدينية فلو راح الشخص ده اللي هو بيقول انه هو شايف نفسه انه مرضى الدينية تقدم لوحدة وهو اقل منها واهلها رفضوه يبقى هو ايه يبقى بيرفضوا الدين حاوزوا بالله ونجد ناس من الطيرات المتطرفة بتقوم بنشاط تحت شعار اه شفت الفيديوهات اللي بتحصل تحت شعار الجواز وبيساعدوا الرجالة من نفس طيرهم المتطرف على الزواج من بنات صغيرات ما بلغوش من بنات صغيرات ما بلغوش السن ويطلع على وسائل التواصل ويفخروا بان الجوازة دي ما كلفتش العاليس غير مبلغ صغير والبنت عندها 18 او اقل من 18 وهو عدى ضعف سنها ويبقى دوات سبب الاسف يعني بيستغلوا جاهل للأهل وانهم عايزين يخلصوا من عبق المصاريف البنت فبيوفقوا على انهم يجاوزوها ويقدم دوات للأسف ذلك المتطرف يقدم ده على انه هو بيساهل الجواز هو مش بيساهل الجوازة هو بيساهل بيع البنات ويخرجوا بقى البنات من التعليم والبنات تبقى في حالة في غاية السوق ونوصل لازل موتي بعض البنات القاسرات لما بيتجاوزوا بيحصل لهم صدمة في العلاقة لانها لسه ما نضجتش طب نعمل ايه بقى عايزين شوية اجراءات عشان نحاول نعمل كده انا اول اجراء لو سمحتم لو اي حد انا اسف لو اي حد بنته اتجوزت في سن صغير ده هي تحتاج الى دعم نفسي ده كلام مفهوش فصار هي تحتاج الى دعم نفسي دعم نفسي اذا ما كانتش عشان تخرج مما هي فيه من الاعباء نفسية لكن عشان تقدر تكمل عشان تقدر تكمل لما تندج لابد ولابد من هذا الوضع الوضع الغير قانوني لابد ان الاهالي يراعوا ربنا فيه في اولادهم دولة فلازات اكبادنا اللي مش قادر يربي اولاده كان من الاول خالص كان يفكر من يوم مرة لما يفكر لما يخلف بالاربعة والخمسة والستة كان لازم يفكر هناك لازم يفكر من الاول طب واذا ما فكرش يطلب من الدعم يطلب يطلب الناس تساعده ازاي بس ما يعملش الجريمة دي ما يجوز بناته ما يجوز بناته وهن اطفال يبقى لازم يبقى عندنا حوالات حملات توعية بمخاطر زواج القصر تجوب المحافظات القرى وانا عارف ان فيه جهود كبيرة جدا جدا بتحصل من وزارات كتيرة معنية بس احنا محتاجين ده كلام كمان ومحتاجين كمان نتكلم عنه في الخطب انا بكلمكم على ان احنا محتاجين من احنا صغيرين من اولادنا وهم صغيرين لازم نربي بناتنا و اولادنا على انهم عزاز لازم نربيهم على انهم كريمات لازم نربيهن على انهن دولة نعمة من نعم ربنا وان الانوسة دي فضل و نعمة من الله سبحانه وتعالى ارجوكم تعالوا نقف مع بعض لان في الحقيقة احنا مش هقدر اتحمل ازى الاطفال انا البنت تحت سن القانوني هي طفلة ولا يجوز ان نهلك طفلة بان نجعلها تحمل بيتا على اكتافها الاطفال في محل التعلم في محل الرشد في محل النضوج وليست في محل ان يتحملوا اخطاء تفكرنا ارجوكم ارحموا الاطفال اطفالنا امانة عندنا وان شاء الله سبحانه وتعالى سيجعلنا بمقدار هذه الامانة وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الامر في خير حال وان شاء الله نستمر في هذه الجهود التي بها نمنع هذه الظاهرة وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا ان شاء الله بسندي ومددي نقوم لواجبنا نحو اولادنا المرأة كريمة وستظل كريمة وسنظل نسعى الى تكرمها في كل مجالات الحياة يا رب جعلنا من اهل هذا التوفيق ومن اهل هذا السداد وجعلنا يا رب على الدوام من اهل رحمتك وفضلك الكرم ترجمة نانسي قنقر